السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اعزائي طلبة الشعب المعمرية تخصص اعمال البناء الصف الثالث. اهلا ومرحبا بكم في برنامجكم المتميز مدرسة على الهواء. النهاردة ان شاء الله هنكمل ما بدأناه في الحلقة السابقة من سلسلة مادة اعمال البناء. واكلمنا في الحلقة سابقة او اول جزء فيها عن الباب الاول واللي بيتكلم فيه عن مقاومة الباباني من الحوائط الحاملة للزلازل. وخدنا فيها مجموعة العناصر. تعال نشوف مع بعض النهاردة ان شاء الله هنكمل مع بعض ما بدأناه ونشوف العناصر اللي احنا هنتكلم عنها من نهاردة ان شاء الله اول عنصر نشوف اول عنصر هون مع بعض. اول حاجة كامرة الرباط. العنصر التاني السلالم. العنصر التالت البلكونات والدراوي. العنصر الرابع الاحمال المؤسرة على الحوائط السندة. الاحمال المؤسرة على الحوائط السندة. خمسة الاربطة الرأسية. ما بين قسين الاربطة الخرصانية المسلح. يجي لي سؤال ويقول لي اذكر النقاط الواجب مراعتها. اذكر النقاط الواجب مراعتها عند تنفيذ مثلا كاميرات الرباط. في المناطق الزلزالية. يبقى ايه هي النقاط اللي انا عشان اصمم كامرة. تمام? في منطقة زلزالية. النقاط اللي ايه? ويه? ما تتعدهاش. تعال نشوف اول عنصر مع بعض كده في حلقتنا النهاردة. اول حاجة كاميرات الرباط. يبقى لما يجي لي سؤال مباشر على طول يا شباب. ويقول لي اذكر النقاط الواجب مراعتها عند تصميم او تنفيذ كاميرات الرباط. في المناطق الزلزالية. هنقول له اول عنصر ايه? اول حاجة. يجب وضع كاميرات الرباط لجميع الحوائط الطولية والعرضية. عند منسوب السقف والاساسات ويجب ان تربط بالحوائط لتكوين نظام متكامل. يعني الكلام ده يا باش مانتسين. يبقى اول عنصر لازما ارعيه في لما يجي اصمم كاميرا تمام? يبقى في الحوائط الطولية او العرضية يعني انا عندي حوائط اقبل ليه? اطول من حوائط اخرى. عند الطول وعند العرض. يبقى لازما اربط الحوائط ديت من فوق ومن تحت. من فوق يعني قريب او ملاصق على طول بلط السقف. يبقى لازما اربط الحوائط من فوق بقاميرات. وربطها من تحت قريب من الاساسات بقاميرات اللي احنا بنسميها اللي هي المياد او السميلات. بس في المناطي الزلزلية لازما اعمل قاميرات لازما احزم المبنى من فوق ولازما احزم المبنى ايه من تحت. ومش كده بس. لا ده انا لازما اربط القاميرات ديت ادخي ايه ايه تكون مربوطة مع العمدان تكون مربوطة مع الحوائط. تعال نشوف ازاي مع بعض. يبقى اول حاجة او اول نقطة يجب وضع قاميرات لجميع الحوائط الطولية والعرضية. يبقى لازما اعمل ايه كاميرات للحوائط الايه الطولية والعرضية. عند منسوب السقف يبقى من فوق والاساسات يبقى من اسفل. ويجب ان تربط بالحوائط لتكوين نزام متكامل. كلها متدخلة ومتربطة مع بعضها شباب. تعال نشوف العنصر التاني مع بعض. توضع كاميرات الرباط بعرض لا يقل عن ميتين وخمسين ملي. توضع كاميرات الرباط بعرض لا يقل عن ميتين وخمسين ملي. اسفل السقف في حالة عدم زيادة ارتفاع الدور عن اربعة متر. يعني ايه الكلام ده? يعني انا دلوقتي لما اجي اصمم كمرة تمام? لازم يكون عرضها ما يقلش عن خمسة وعشرين صنط. ميتين وخمسين ملي خمسة وعشرين ايه? خمسة وعشرين صنط في امتى? لما يكون عندي طول الحيطة? عندي ارتفاع الدور? ما يزيدش عن الاربعة متر. عندي ارتفاع الدور اهو اربعة متر. تمام? يبقى في الحالة دية يا شباب? هعمل ايه? في حالة ان ارتفاع الدور اربعة متر يبقى عندك القامرة ما يقلش عرضها عن خمسة وعشرين صنط. اللي هي الميتين وخمسين ايه? الميتين وخمسين ملي. طيب دية هتيجي بقى تقول لي مسلا ايه? ايه? وتمتحني او تسألني مسلا. تمام? هتقول لي مسلا ايه? طب افتراضا عندي ارتفاع الدور اكبر من اربعة متر. عملت مسلا ايه? ارتفاع دور لمصنع او لمسجد او مسلا لمستشفى او او اي مبنى من ايه? من المباني بتاعتنا. مبنى كنيسة. ارتفاع الدور بتاعي عدى الاربعة متر. يعني وصل الخمسة او الستة او التمانية متر. في الحالة دية انا هنعمل ايه? لازم تعمل حضرتك كمرتين. كمرة ملاسأة للصقف وبتصب خرصانتها مع بلط السقف. يعني حضرتك وانت بتشد الايه? بتشد الخشب بتاع بلط السقف. تمام? حضرتك هتيجي مع بلط السقف ديت وتعمل الايه? الخشب بتاع القمرات. ولما تيجي تصب بالقمرات مش هتصبها الوحديها. لازم انت تصب مع مين? لازم انت تصب يا شباب مع بلط السقف. دي نمر واحد. تعمل كمرة تانية. ارتفاعها من اسفل التلت او او النص. يبقى حضرتك كده عملت ايه? عملت كمرتين. تعال نشوفها مع بعض كده. رقم اتنين توضع كمرات الرباط بعرض لا يقل عن متين وخمسين ملي. اسفل السقف في حالة عدم زيادة ارتفاع الدور ايه? عن اربعة ايه? اربعة امتار. طيب. هنيجي نكمل بعد كده. في حالة زيادة ارتفاع الدور. في حالة زيادة ارتفاع الدور. عن ذلك عن الاربعة هتعمل ايه حضرتك? توضع كمرتين رباط احدهما اسفل السقف مباشرة ومصبوبة معه. والثانية في سلس ايه لا? نصف الارتفاع التلت او النصف الايه? تلت او نصف الايه? الارتفاع. طيب تعال نشوف النقطة اللي بعد كده مع بعض. رقم تلاتة في حالة استخدام وحدات البناء المصمطة? في حالة استخدام وحدات البناء المصمطة? يجب ان لا يقل ارتفاع كمرة الرباط عن متن وخمسين ملي او عمق بلط السقف ايهما اكبر. يعني الكلام الصعب ده? كلام صعب ولا حاجة? الكلام مفسر بعده? تمام? في حالة يا شباب ان انا استخدمت اولي بتوب مصمطة ما في ايه? اللي هو مش الطوب المفرغ اللي هو فيه فتحات. لا استخدمت وحدات البناء اللي هو اولي بالطوب بتاعت المصمطة. في الحالة دية لازم يكون عندي القامرة ارتفاع القامرة ارتفاع القامرة ده ما يقلش عن متن وخمسين ملي. يعني ما يقلش عن خمسة وعشرين سنتر. يعني ما يبقاش عشرين او يبقى خمسة اشن. لا يبقاش بل بالعكس لازم يزيد ويعدل خمسة وعشرين. ده في حالة ان انا استخدمت ايه? استخدمت اولي بتوب مصمطة. طيب تعال بعد جدود. قال لي مسلا ايه? ارتفاع القامرة. قال لي يقل لي ارتفاع القامرة كام? قامرة الروباط ميتين وخمسين. طيب او عمق بلط السقف ايهما ايه? ايهما اكبر. طيب تعال نسوف النقطة. اللي بعد كده يجب ان يتم ربط السقف بالحائط. مش احنا قلنا في اول العنصر. لازم يا شباب ان يكون المبنى بتاعك مترابط مع بعضه العمدان مع الحوائط مع بلطات الاسقف لازم ان تكون مترابطة ومتدخلة مع بعض يا. طيب قلنا في الجزء بتاع بلط السقف مع القامرات لازم ان تصب مع بعضها. طيب عايزة ربط بقى للقامرة مع الحيطة. عايزين نربط القامرة مع الحيطة. هنعمل ايه باش مهندس? هروح اعمل اشاير حديد اشاير قطع مليل حديد كده طولها. وليكن مسلا تلاتين سنتي. التلاتين سنتي ديت هتخش نصها داخل في القامرة ونصها داخل ما ايه? مع الشق في قلب الطوب. يبقى انا ربطت جدوات يا باش مهندس اللي ايه? القامرة مع مين? مع مع اوالي بالطوب اللي هي القامرة مع الحوائط. طيب المسافات ديت بمزاجها هنمشها بمزاجها قال لك لا يا باش مهندس المسافات دي بكل خمسمائة ملي. يعني كل نص متر. يا باش مهندس هنعمل هنزرع ايه? هنزرع اشارة من الاشاير دي. طب قطر الحديد دوت. قطر الحديد ده يا باش مهندسين. ليه? قطر معين? ولا مسلا استخدم اي اسياخ? لا يا باش مهندس قال لك لا يقل لقطر السيخ عن اتنشر ملي. تعال نشوف مع بعدي كده. يجب ان يتم ربط السقف بالحائط. وذلك عن طريق استخدام اشاير بقطر لا يقل عن اتنشر ملي. في حد بيقول لهو بيسألني. يعني ايه اشاير او اشارة يعني ايه? قطعة من الحديد. قطعة من الحديد طولها مسلا تلاتين او خمسين على حسب ما يحددها. هنا هيحددها لي ان طولها ايه? تلتميت ملي. يعني تلاتين سنتي. طب تعال نكمل مع بعدي كده. استخدام اشاير بقطر لا يقل عن اتناشر ملي. قطر يعني تخانة السيخ الحديد الفاي بتاعتها اتناشر ملي. طيب بعد كده كل خمسمائة ملي هتوضع الاشار دي كل قد ايه? كل خمسمائة ملي. يعني كل نص مت هروح زارع ايه? هروح زارع اشارة. الاشارة ديت هتبقى مربوطة في القمر ومربوطة مع الايه? مع الحوائط. طيب ونكمل بعد كده وبطول لا يقل عن تلتميت ملي. داخل كل من السقف والايه? والحائط او الكامرة والايه? والحائط. وذلك في الحالات الاتية. امتى اعمل الكلام ده? الحالات اللي مسموح لان انا اعمل الاشار واربط للايه? واربط بلطات الاسقف مع 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 المباني. الحالات اللي مسموح لي ايه? ايه الحالات اللي مسموح لي ان انا ربط الليه المباني ديت مع بعديها? تعال نشوف مع بعدي. اول النقطة? عند استخدام قمرة يقل ارتفاعها عن متين وخمسين. مش احنا قلنا يا شباب ان الارتفاع القمرة ما يقلش عن متين وخمسين. ايوة يا سياس احنا اكدنا على النقطة دي ان القمرة لازم ما يقلش ارتفاعها او عمقها عن متين وخمسين ملي يعني عن خمسة وعشرين. طيب في الحالة ديت لو قلل الارتفاع امتى? او اعمل ايه? عشان اعالج اللي? اعالج الخطأ دوت او اعالج العيب دوت لازم حضرتك تربط 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 القمرة مع اللي? مع الحوائط او تربط الحائط مع بلط السقف. ايه? بالطريقة اللي احنا قلناها اللي هو زرع ايه? زرع الاشاية. تعال نشوف النقطة اللي بعد كده. يبقى الف عند استخدام قمرة رباط يقل ارتفاع عن كام? متين وخمسين ملي. تعال النقطة التانية او به? عند استخدام وحدات البناء المفرغة المعدة لذلك. عند استخدام وحدات البناء المفرغة المعدة لايه? لذلك. يبقى في الحالة ديت لو انا استخدمت لو انا استخدمت اولي بتوب مفرغة تمام? يعني فيها فتحات من السهل ان انا ازرع فيها الاشارة من السهل ان انا ازرع فيها الاشارة اللي هي هيبقى ارتفاعها كام? تلاتين نصها خمساشر هروح مدىك خالها في قلب الايه الفراغات بتاعت قلب الطوب وخمساشر هتبقى ربطة مع مين مع بلط السقف يبقى انا ربطت اللي اتنين مع بعض يبقى الحالة التانية اللي مسموح لي ان انا اعمل اشار يا شباب عند استخدام وحدات البناء المفرغة عند استخدام وحدات البناء الايه المفرغة اللي هي مجهزة ومؤهلة لذلك طب تعال نشوف النقطة اللي بعد كده رقم خمسة يجب الا يقل التسليح الطولي لقمرة الرباط عن اتنين فاي اتناشر علوي وسفلي يجب الا يقل التسليح الطولي لقمرة الرباط عن اتنين فاي اتناشر علوي وسفلي والكنات لا تقل عن ستة فاي تمانية على المتر الطولي يعني الكلام ده تعال انبسطها مع بعض كده احنا عندنا القمرة القمرة ديت يا شباب عشان نعمل التسليح بتاعها نركز مع بعض كده عشان منتوش من بعضنا تمام يبقى انا عندي لما اجي اسلح حديد التسليح هنعمل ايه الكاميرا عندي من فوق لازما يبقى فيها سخين من فوق السخين دول يبقى من فوق القمرة قدل عمق القمرة هو من فوق هرحطت سخين حديد بسميه مثل ايه السياخ العلوية والقاع بتاع الكاميرا قبليها بس بس سمك كفر كده من اتنين ونص لخمسة سنتي وبروح حطت الايه طب هتيجي تقول لي مثلا طب الحديد ده هيبقى مريحه او فرشه او فرش الحديد ده على الخشب لأ بروح رفعه كده بايه بحت التخانة بسمها بسكوتة البسكوتة ديت يا باشماندس بترفع لحديد التسليح عن الخشب بمقدار من اتنين ونص لخمسة سنتي اللي هو سمك الكفر اللي هو يحمي لحديد التسليح دوت يا باشماندسين من العامل الجوية عشان ما يصديش تمام طيب بعد وقت يا باشماندسين اللي بيتم اللي بيتم بعد كده ان انا باجي على القمرة من فوق ومن تحت برحاتة سخين حديد فوق بسميهم السيخ علوية بسميها السيخ ايه علوية وباجي في القاع القمرة من تحت برحاتة سخين من تحت بسميهم الحديد الصفلي يبقى عندي هنا يجب الا يقل التسليح الطولي للقمرة تمام عن اتنين اتناشر اللي هو للعلو والايه والصفلي الكتر بتاع الاسياخ النوع ما يقلش عن كام عن اتناشر يعني يزيد ما ما استخدمش حديد مسلا كتر ايه الفاي بتاعته تمانية او تسعة لاي يا باشماندس اقول ما يقلش عن اتناشر ملي يعني ممكن استخدم الكتر بتاعها تلاتاشر او ستاشر او تسعتاشر هي ما يقلش عن كام يا شباب عن ال الاتناشر اتناشر ملي طيب ده بالنسبة للحديد الطولي اللي هو العلوي والصفلي نيجي بقى للجزئية التانية مين اللي هي مين اللي هيربط لي ويحزم لي الحديد العلوي والصفلي ده ويحافظ على المسافات وعشان ايه عشان اقاوم القص اللي هيحصل في القمرة بروح راسس بروح راسس ايه يا باشماندسين بروح راسس كنات الكنت ديت قالك ايه يا باشماندس ما تقل في المتر الواحد ما تقلش عن ست كنات في المتر الواحد ست كنات في الايه في المتر الواحد ومش كده وبس لا يا باشماندسين قالك ان الكنت ديت يكون كترها تخانتها الدايرة بتاعتها ديت القطر بتاعها كم تمانية ملي يبقى ما ما تقلش ما جيش مسلا في المتر ورحطت خمس كنات او اربع كنات لا يا باش ماندسين في الكاميرات لازم الكنات تيبقى ايه كل متر زي ما احنا هنشوف كده مع بعض قال لي والكنات اللي هتقل عن ايه ستة فاي تمانية على المتر الايه الطولي طب تعال لننتقل ونشوف الرسمة بتاعتي موضحها لك اهي من فوق ادي الكاميرا. الكاميرا اهي ومصبوبة مع بلط السقف يمين وشمال. طيب بعد الوقت هتلاقي فيه سيخين فوق الدايرتين الصغرنانين دول. تمام? اه دي الاسياح العلوية ده اللي هو السيلي الاسياح الطولية العلوية. ومن تحت فيه دايرتين صغرنانين اهم يبقى ده القورة او القطر بتاع السيخ السفلي اللي هو قطره كم? قطره اتناشر ملي. فاي اتناشر. فاي ايه? فاي اتناشر. طيب بعد الجوات هتلاقي المستطيل اللي محزم اللي اربع اسياح دول العلو السفلي. انا بسميه بسميه كانة. الكندية القطرها اديه قلنا ست لايه? ست كنات في المتر الواحد. قطر الكنة كم? تمانية. فاي تمانية. فاي ايه يا شباب? فاي تمانية. تعال ننتقل. لعنصر جديد يبقى احنا اول نقطة كده احنا خدناها اللي هي ايه رباط او رباط الكاميرات. ازاي اربط الكاميرات في المناطي الزلزلية. او النقاط الواجب مراعتها في ايه? الارباط الكاميرات في المناطي الايه? الزلزلية. طب لما اجي بقى ويجي لي سؤال ويقول لي اذكر النقاط الواجب مراعتها عند تصميم وتنفيذ السلالم في المناطي الزلزلية المقاومة للزلازل. طب ايه النقاط? اول حاجة ان انا مجيش على الوجهة وروح عامل السلم. مجيش على الواجهة واروح عامل ايه? واجهة البيت بتاعي او واجهة العمارة او واجهة الفيلا. تمام? واروح عامل واروح عامل ايه? السلم لا يا باش مانس ما يبقاش في الباكية الخارجية للايه? للمبنى. تعال نشوف اول عنصر وننتقل لي اول اول نقطة. يفضل عدم اختيار مكان بئر السلم في الباكية الخارجية. يفضل عدم اختيار مكان بئر السلم في الباكية الخارجية من البناء خاصة في المناطق ذات الشدة الزلزالية الثالثة والرابع والخمسة. يعني ايه الكلام ده? قناها ان انا مجيش اختار فيه فيه طلبة بتسألنا هو بتقول لي وتتفاعل معي بئر السلم. يعني ايه بئر السلم? احنا عارفينه اللي هو الجزء الصغير ده اللي هو ما انا ببص مثلا من السلم على زميل اللي وقف تحت بيهن ده? لا يا بشمد. بير السلم دوت المكان المخصص للسلم. المكان اللي انا خصصه في المسقط الافقي عشان انشق فيه السلم. تمام? هو ده اسمه بير السلم. الاوضة اللي انا سيبها عشان انفز فيها وانشق فيها السلم بسميها ايه? بير السلم. سواء الشكل ده مربع او مستطيل او بيضاوة او ده اي شكل ايا كان هندسي. تمام? المكان اللي انا سيبته عشان انشق فيه السلم. هو ده اسمه بير ايه? بير السلم. طيب بير السلم دوت يا شباب ما جيش اختاره على الجزء الخارجي للوجهة بتاعت المنشع. في المناطق الزلزالية اللي هي شدة الزلزال المنطقة التالتة والرابعة والايه والخمسة. طب تعال ننتقل ونشوف العنصر اللي انا لازم ارعيه في السلم تاني. تمام? يجب ان لا يقل سمك حائط السلم عن متين وخمسين ملي. يجب ان لا يقل سمك الحائط عن متين وخمسين ملي. يعني الحيطة اللي انا هبني عليها السلم او ممكن قال ممكن اروح مريح عليها السلم لان السلم ده في المناطق الزلزالية ما ينفع ما ينفعش او ما يفضلش ان انا استخدم اللي هو الدرج المزايكو اللي احنا عارفينه. تمام? او او الدرج مسلا غير الدرج المزايكو في الدرج مسلا الخشف. لا يا بشمهندس. يفضل ان هو يكون مصنوع من الخرصانة المسلحة. طيب الدرج ده لازم ان يكون متريح على القمر القمر ده يا بشمهندسين سمكه ما يقلش عن كام متين وخمسين ملي. يعني عرض القمرة في حدود كام ما يقلش عن خمسة وعشرين زي ما اتفقنا في ايه في اول نقطة. فالعنصر التالت مع بعض كده في المناطق ذات الشدة الزلزالية التالتة والربعة. تمام? في المناطق ذات الشدة الزلزالية التالتة والربعة. يجب عمل السلم من الخرصانة المسلحة. انه اللي هو رد علينا وقلنا ان انت ما ينفعش ان انت تستخدم السلم او تصنع السلم من المزايكو او اي خامة من الخامات الاخرى. تمام? لازما يكون مصنوع من ايه? من الخرصانة المسلحة. ممكن يكون مصنوع من السل المزايكو ممكن يكون مصنوع من الحجر ممكن يكون مصنوع من الخشب او الحديد لا يا باشمان في المناطق زية الشدة الزلزالية التالتة والربعة يكون السل مصنوع منين من الخرصانة المسلحة ويكون عرض القمرات الحاملة له مساويا العرض الحقط عرض القمرات مساوي العرض اللي يعني انا دلوقتي عملت السل بتاعي هنشئه على حيطة سمكها مسلا خمسة وعشرين يبقى القمرات بتاعتي عرضها كام خمسة وعشرين نشأت الحيطة تمانية وتلاتين يعني قلب ونص مسلا تمام ايه يبقى عندي عرض القمر كام تمانية وتلاتين يبقى عرض القمر هو عرض ايه ارض الحاط طيب تعال ننتقل العنصر جديد يبقى احنا كده خدنا عنصرين في حلقتنا من الخمسة اللي احنا اتكلمنا عليهم اول عنصر اللي هو كنا اتكلمنا علي ايه كاميرات الرباط النقاط الواجب مراعتها في كاميرات الايه الرباط العنصر التاني النقاط الواجب مراعتها في عند تقسميم وتنفيذ الايه السلالم في المناطق الزلزالية او المقاول ايه المناطق المقاومة ايه للزلازل طب تعال نشوف العنصر التالت بيتكلم علي ايه البلكونات والدراوي العنصر التالت البلكونات والايه? والدراوي. البلاكونات احنا عارفينها. طب تعال نذكر بعضينا كدوات ونقول ايه هي الدروة? عشان ممكن يكون اسمي اسمي بسلا غريب شو اقول لها حاجة. تمام? الدروة دي يتباجي في السطح النهائي. السقف النهائي فوق. نهائي اخر دور عندي في المبنى. لو السطح بسميه. السطح دوت يا باش مهندس لازم لازم ابنيه من فوق. لازم احوطه من فوق. تمام? او اعمله صور. الصور ده كان قبل الزلزال كان بيتعمل من المباني. لا يا باش مهندس دلوقتي القانون بيقول لك ان هي تتعمل من الخرصانة المسلحة. الجزء الصور ده اللي انا بنشئه عشان ما حدش يقع. تمام? او اللي قاعد في السوق ايه? اللي قاعد فوق مسلا في على السطح ده. تمام? انه ممكن مسلا تقل دماغه. ممكن يقعه في الشارع. لا يا باش مهندس بروح عامل لك صور صغرنا كده. الصور ده اللي هو مصنوع من الخرصانة ده بسمي ايه? بسميه دروة. ارتفاع الدروة. يبقى هنتكلم على البلاكونات والايه? والدراوي. تعال نشوف مع بعض كده البلاكونات والدراوي. النقاط الواجب مراعته عند تصميم وتنفيذ البلاكونات والدراوي. او النقطة. يجب ان لا يزيد بروز البلطات الكابولية على القيم الاتية. يجب ان لا يزيد بروز البلطات الكابولية على القيم الاتية. طيب يعني ايه البلطات الكابولية? البلطات الكابولية احنا عندنا يا باش مهندسين عند الحائط بتاع المبنى هو اخر جزء في المبنى. تمام? لو انا لما اجي الاسوب ببلطة السقف اهو. تمام? وخرجت وخرجت منها. بجزء من بلط السقف بضرة مرفرف الشارع. الجزء المرفرف ده بسميه كابولي. بسميه ايه? بسميه كابولي. طيب الكابولي داوت. زي عمود له ايه؟ زي عمود القهربة. بتلاقي مسلا ادي العمود اهو اللي هو نقطة التسبيت جاية ايه? جاية من نقطة واحدة اللي هو عند الايه? عند العمود. وبلاقي الجزء اللي هو مترك فيه للندة داوت بنسميه ايه الجزء دا? بنسميه كابولي. بنسميه يا شباب بنسميه كابولي. طيب يبقى البلطات. يجب الا يزيد بروز البلطات. لما جاء اصب ببلطة السف. البروز بتاع البلطة. البلاطة ده. اللي احنا بنسميه الكابولي. اللي خارج برة ومرفرف بعد الحائط او الوجهة بتاعت يا شباب. تمام? بسميه ايه? بسميه كابولي. اللي هو زي البلكونة بالزبط. لما النطر بتنطر كدوات بتمطر كدوات ولا حاجة. بنيجي مسلا واحنا ماشيين في الشارع. بنجي نقول ليه? طب تعال نقف بتحت اللي هي? تحت المظلة دي. اللي هي تحت البلكونة. البلكونة المرفرفة اللي هي بروزها خارج برة الشارع ده. بنسميه? بنسميه كابولي. يبقى القيم المسموح بيها. تمام? ان لا يزيد بروز البلطات. تعال نشوفها كده اول قيمة. اول حاجة اول نقطة او اول بروز مسموح لي متر وعشرين في حالة البلطات الكابولية المستمرة مع بلطات السقف المجورة. تاني اول نقطة يبقى يجب ان لا يزيد بروز البلطات الكابولية على القيم الايه? الايه? ما يزيدش البروز بتاع البلاطة الكابولي عن اول نقطة متر وعشرين في حالة البلطات الكابولية المستمرة مع بلطات السقف المجاورة. يعني انا دلوقتي يا بش مهندس. البروس بتاع الكابولي. تمام? عندي الحائط اهو. وصبيت الجزء من جوه من الداخل. نركز مع بعض كده. تمام? عندي الجزء الداخلي في اللي هو بلط السقف. لما اجي اخرج برة. تمام? في عندي اهو الحائط. تمام? وادي. بلط السقف ايه? لما اجي اخرج بجزء مرفرف كده. يبقى ده اسمه اتجار. يبقى ده اسمه ايه? اتجار. اتجار دوت يا بش مهندسين من المفروض ان البلاطة بتاعتي طلاقة مستمرة مع الصبت مع بلط السقف اللي هي السقف المجاور. تمام? اللي هو ملاصقة ومرابطة معاها. وحديد التسليح داخل فيها. ما يزدش عن كام البروس بتاع الرفرفة بتاع الكابولي ده? ما يزدش عن كام? عن متر وعشرين. ما يزدش عن كام? عن متر وعشرين. طب في حالة ان الجزء الكابولي ده مش مربوط مش مربوط مع القامرة او مش مربوط مع بلط السقف. يبقى اقصى حاجة مصبوح لي بيها نص متر. نص ايه? نص متر. تعال نشوف النقطة دي ونتكلم عنها. يبقى قلا يزد بروز البلطات الكابولية اللي هي رفرفة الكابولي بتاع اللي ايه? البلكونة. عن كام? متر وعشرين في حالة البلطات الكابولية المستمرة مع بلطات الايه? بلطات السقف المجاورة. طيب. نص متر في حالة البلطات الكابولية المربوطة مباشرة مع كمرة الرباط بدون ان يكون لها استمرارية مع بلطات السقف المجاور. لو احنا سألنا لو احنا سألنا زميننا واصدقائنا اللي في الخرصانة بنيجي مسلا ايه? في الجزء اللي هو بتاع حديد التسليح لما باجي اربط حديد التسليح بتاع الكابولي مع بلط السقف يقول لك ايه? الحديد بتاع الكابولي دوت يا باش مهندسين لازم يخش مرة وربع عرض عرض الايه? مرة وربع عرض الايه? عرض بلط السقف او عرض البحر بتاعي مرة وربع عرض البحر تمام? ايهما اكبر ايهما ايه اكبر? طب في حالة بقى ان انا ما ربطتش في حالة ان انا ما ربط لو انا ربط يبقى رفرفة الكابولي هتخرج هتبقى زيادتها او طولها هيبقى اديه متر وعشرين. طب لو انا ما ربطتش حديد التسليح ده وربطته مع القامرة يبقى في الحالة ديت يا باشمانديسن الرفرفة بتاعتي او الكابولي بتاعي هيبقى اقصى حاجة اللي اديه مصي متر. لان حديد التسليح مش داخل في البلاطة المستمرة في البلاطة المجاورة او بلاطة الجار الملسأة للكابولي تمام? انا مش مش مربط حديد التسليح مع بعضه. يبقى في الحالة ديت هنعمل ايه? حديد التسليح داخل مع القامرة. في الحالة دي يبقى الاقصى بروز للكابولي ان هو ما يزدش عن كم? عن نص متر. تعال ننتقل لنقطة جديدة. يجب مراعاة. النقطة التانية يجب مراعاة. قال لا يقل سمك الدراوي عن متين وخمسين ملي. كلبنا عليها في الحلقة السابقة النقطة دي. بالنسبة للدراوي تمام? قال لا يقل سمكها عن كام? عن متين وخمسين ملي. او سمك الحائط اسفل الدروة. ايهما اكبر? وبحيث قال لا يزيد ارتفاع الدروة على سلس مرات السمك. لا يزيد ارتفاع الدروة عن سلس مرات الايه? السمك. يبقى مبدئيا كده شباب. سمك الدروة اللي هو الصور اللي انا بيه بعمله على السطح النهائي للعمارة بتاعتنا. تمام? اتفقنا ان سمك الدروة دي ما يقلش عن خمسة وعشرين سنطر. اللي هو المتين وخمسين ايه? المتين وخمسين ملي. طيب او سمك الحائط اللي اسفله. طب سمك الحائط اللي اسفل الدروة دي تمانية وتلاتين. اخر دور انا بنيه مسلا على تمانية وتلاتين يعني قلب ونص. يبقى نهاجي في ايه? على الدروة وروح عامل الدروة ديت بصمك تمانية وتلاتين. يبقى سمك الدروة هو سمك الحائط ايهما اكبر. اشوف مسلا الحائط اكبر الحائط اللي موجود في الدور اللي تحت اكبر. تمام? يبقى انا همشي على حسب الايه? على على سمك الحائط اللي موجود ايه? من من الاسفل. طيب. سمك الحائط خمسة وعشرين. يبقى انا هاجي يا باشماندس واروح عامل سمك الدروة كام? خمسة وعشرين. ما يقلش عن خمسة وعشرين. ممكن تكبرها عن خمسة عشرين ممكن نكبره عن خمسة وعشرين. طيب ارتفاعها بقى احنا عرفنا عرضه. طيب ارتفاعها. قال لك ارتفاعها ما ايه? لا يقل عن تلت مرات الصمك. لا يقل عن تلت مرات الصمك. احنا اتفقنا مع بعض الصمك خمسة وعشرين. يبقى انا خمسة وعشرين. خمسة وعشرين. خمسة وعشرين. تلت مرات. يبقى ارتفاع الدرون ما يقلش عن كم? تلت مرات الصمك. يعني ارتفاعها 75 سنت دي النقاط الواجب مراعاة فيه عند تصميم وتنفيذ الدراوي تعالى ننتقل لعنصر جديد الأحمال المؤسرة على الحوائط السندة الأحمال المؤسرة على الحوائط السندة يجب عند تصميم الحوائط يجب عند تصميم الحوائط السندة الأخذ في الاعتبار جميع الأحمال المؤسرة يجب عند تصميم الحوائط السندة الاخذ في الاعتبار جميع الاحمال المؤسرة على الحائط لضمان ثبات الحائط الساند من الانهيار نتيجة للدوران او الانزلاق والاحمال المؤسرة على الحوائط السندة هي يجب عند تصميم الحوائط السندة ان انا احط في الاعتبار وانا بصممها العوامل اللي ممكن تأثر عليها وتخليها يحصل لها عملية دوران او انزلوك. احنا عارفنا يا شباب ان احنا عندنا نوعين من الاحمال. لازم حضرتك تراعي الاحمال اللي هتأثر على الحوائل السندة دي. واحنا قلنا يا باش مهندسين ايه? عندي نوعين من الاحمال. احمال حية. احمال ايه? احمال ميت. او احمال سبتة. واحمال ايه? احمال متحرك. لازم حضرتك وانت بتصمم الحوائل السندة دي. لازم تراعي فيها حتة الاحمال والضغطات اللي هتتعرض لها. تعال نشوف الاحمال المؤسرة عليها. اول نقطة. ضغط التربة. ضغط التربة الجانبي. ضغط التربة اللي ايه? الجانبي. رقم اتنين. وزن التربة خلف الحائط. يبقى ضغط التربة اللي هو الضغط التربة. الضغط اللي جاي على الايه? على الحائط من اللجناب. ده الضغط الايه? الضغط الجانبي. عندك وزن التربة خلف الحائط. ليها برضو? ليها وزن? ليها حمل? يعني ممكن تعمل ازاحة للحائط. طب تعال نشوف النقطة التالتة. وزن الحائط نفسه. ده برضو ايه? ده حمل مؤسر على الحائط. الحمل حمل سقف الحائط نفسه. دوت ايه يا باش مهندسين? احمال مؤسرة. من الاحمال المؤسرة. طيب العنصر الرابع. الاحمال الاضافية على سطح التربة. الاحمال الاضافية على سطح الايه? التربة. تعالوا نتكلم على عنصر من العناصر المهمة وهي الاربطة الرأسية. ما الاربطة الرئيسية? او الرأسية? تمام? ما بين قسين لما تيجي تشتغل في الخرصانة المسلحة للقمرات لازم انت تعمل ايه? لازم انت تعمل اربطة. طيب ما هي النقاط الواجب مراعتها عند تنفيذ الاربطة الرأسية? ما هي النقاط الواجب مراعتها عند تنفيذ? عند تنفيذ ايه? الاربطة الرأسية. طبعا نشوف اول نقطة. توضع اربطة خرصانية مسلحة. توضع اربطة خرصانية مسلحة عند نقط تقاطع الحوائط. عند نقط تقاطع الايه? الحوائط الخارجية والداخلية. وعند الاركان والنهايات الحرة للحوائط الخارجية وبحيث لا تزيد المسافة بين هذه الاربطة على اربعة مطار. يعني ايه الكلام ده? تعالوا نبص على الصورة كده قوة. يبقى اول حاجة ان انا بعمل اربطة عند الايه? عند الحوائط الخارجية. الحوائط الخارجية مع الحوائط الايه? الداخلية. فيه باجي مسلا عندي حائط وباجي في النص هو فيه عندي حائط عمودة عليه? يبقى حائط خارجي مع حائط ايه? داخل. او في الاركان عندي تقابل حائط افقي مع حائط ايه? مع حائط رأسي. تمام? او الطول تقابل الحوائط الطولية مع تقابل الحوائط الايه العرضية? لازم في تقابل الحوائط دي سواء الداخلية او الخارجية او ممكن يكون تقاطع حوائط داخل الشقة لازما اعمل لها اربطة. لازما اربطها ببعضيها. يبقى الحديد زي ما قلنا في الاول لازما يكون متدخل مع بعضه. طب تعالوا نشوف كده. توضع اربطة خرصانية مسلحة عند نقط تقاطع الحوائط الخارجية والداخلية. وعند الاركان والنهايات الحرة للحوائط الخارجية. وبحيث لا تزيد المسافة بين هذه الاربطة على ايه? على اربع امتار. اتنين يجب ان تصب الاربطة عند بناء الحوائط. يجب ان تصب الاربطة بعد بناء الحوائط. يعني انت دلوقتي يا باش مهندس عمل بناء الحوائط بتاعتنا. بعد ما بنت الحوائط تمام? على طول تروح رابط الايه? تروح رابط الحوائط مع الكاميرات زي ما قلنا او تروح رابط الايه? الكاميرات مع مع بلطة الايه? الاسكوف مع الحوائط. طب تعالوا نشوف كده مع بعض العنصر التالت او النقطة التالتة. يجب ان لا تقل يجب ان لا تقل ابعاد الاربطة عن ميتين وخمسين في ميتين وخمسين. يعني ايه? ابعاد الاربطة ما تقل ما تقلش عن خمسة وعشرين في خمسة وعشرين ولا يقل تسليحها الطولي ولا يقل تسليحها الطولي عن اربعة فاي اتناشر. اربعة فاي ايه? يعني اربع اسياخ الكتر بتاعها كم? اتناشر. مع مع وضع كانت لا تقل عن زي ما قلنا برضو قبل كده ست كانت فاي تمانية متر على المتر الايه? الطولي في المنطقة الزلزالية الاولى والتانية اما في المنطقة التالتة والربعة ايه اللي هيحصل? تعال نشوف مع بعض جايب لك رسمة صغيرة هي وبسيطة بص طريقة الرباط حاقت خارجي حاقت خارجي مع حاقت داخلي وطريقة الرباط بتاعتها قلت لك يا باشباندس ايه? الاربطة ديت بتقلش عن كم? ميتين وخمسين ملي في بيتين وخمسين ملي بص مع بعض كده قد الطول هو طول الرباطة هو متدخل مع بعض وكام? تمام? وعندي كم سيخ يا باشباندس? عندي اربعة اسياح كتر السيخ اتناشر ملي. طب بعد جواد الكنات الكنات قلت لك يا باشباندسين في المنطقة الزلزالية الاولى والتانية كتر كم? ستة الست كنات فاي تمانية على المتر الطولي. طيب يبقى كده يا باشباندسين. احنا خدنا في حلقتنا النهاردة مجموعة عناصر مهمة. مجموعة العناصر ديت يا شباب لازم نركز عليها ونحفظها لان من العناصر المهمة اتكلمنا على الحلقة في الحلقة بتاعتنا على ايه? اول حاجة تعال نتذكر مع بعض كده اول جزئية اتكلمنا فيها عن ايه? اتكلمنا على كاميرات الروباط وقلنا مع بعض يجب وضع كاميرات الروباط للحوايط الرأسية اللي هي الحوايط اللي هي الكاميرات الطولية والعرضية مع بعض لازم اربط الحوايط من ايه? يمين وش مال? طيب في حالة ايه يا باش مهندسين? في حالة ان ارتفاع المبنى بتاعي مثلا ايه? عندي ارتفاع المبنى ما زادش عن اربعة متر. طيب لو زاد عن اربعة متر. قلنا ايه يا باش مهندسين قلنا هنعمل قمرتين. قمرة ملاصقة للسقف مصبوبة مع السقف. والقمرة التانية ارتفاعها ما يقلش عن التلتة او النص لايه? نص الارتفاع. نص ارتفاع ايه? نص ارتفاع الدور او تلت ارتفاع الدور. من النقاط الوجب مراعطة في ايه? عندها تصميم وايه عندها تصميم القمرات في المناطي اللي ايه الزلزلية طب تعال نشوف برضو اتكلمنا على ان توضع قمرات الروباط بعرض اللي يقل عن كام بعرض اللي يقل عن مئتين وخمسين ملي اسفل السقف اسفل ايه يا شباب اسفل السقف في لما يكون عندي ارتفاع الدور كام اربعة متر طيب واتكلمنا وقلنا ايه طب لو الارتفاع زاد هنعمل قمرتين قامرا يا باش مهندسين يكون ايه ملاسقة للسقف والقامرا التانية ايه ارتفاعها تلتة او لايه او نص ارتفاع الدور طيب اتكلمنا عن ايه تاني يا شباب اتكلمنا على استخدام وحدات البناء في حالة استخدام وحدات البناء المصمطة في حالة استخدام وحدات البناء المصمطة إلا إلا هيتم يجب ألا يقل لي ارتفاع قمرة الرباط عن كم? عن متين وخمسين ملي. يجب الا يقل لي ارتفاع قمرة الرباط عن متين وخمسين ايه? ملي. او عمق بلط السقف ايهما اكبر. طيب اتكلمنا عن ايه تاني يا شباب? اتكلمنا على يجب ان يتم ربط السقف بالحائط وذلك عن طريق استخدام اشاير بكتر اللي هيقل عن كم? اتناشر ملي. تمام? طيب الاشار ديت هيبقى هيبقى يزروفها الاشار ديت يا بشماندسين قطرها اتناشر. تمام? ويه? وطلها? وطلها تلاتين سنتي. التلاتين ديت زي ما اتكلمنا قبل في او في بداية الحلقة وان التلاتين هتبقى مقصومة نصين نصها داخل مع بلط السقف ونصها داخل ايه? مترابط ومتلاصق مع مين? ومتعشق مع مين? مع الحائط. طيب. اه على مسافات مسافات مسلا على حسب ما ييجي مسلا مزاجه او كل ما فتك لا يا بشماندسين. على مسافات كل كل نص مت هروح زارع ايه? هروح زارع اشارة من الاشار الحديد. طب تعالى نفكر مع بعض كده برضو. عند استخدام قمرة رباط يقل ارتفاعها عن متان وخمسين ملي. تاني حاجة دي الحالات اللي احنا بنعمل فيها ايه? بنعمل فيها اشاير او بنعمل فيها الرباط من الايه? من اشار الحديد. يبقى اول حالة لو قمرة الرباط بتاع ارتفاعها قل عن كم? عن متان وخمسين. النقطة التانية عند استخدام وحدات البناء المفرغة المعدة لذلك لو انا استخدمت اولي بتوب مفرغة اللي هي في ايه? مش مش اولي بتوب مصمطة مقفولة مسدودة لا يا بشماندس او باستخدم اولي بتوب مفرغة فيها فتحات من السهل ان انا اعشق فيها حديد التسليح يبقى في الحالة ديت يا بشماندسين ايه? بس مسموح لي ان انا استخدم حديد التسليح. مسموح لي ان انا اعمل اشاير واعمل ربط مع بلاطة الايه? الاسقف. طب تعال نشوف نقطة تانية اتكلمنا فيها. قل لا يقل التسليح الطولي? قل لا يقل التسليح الطولي? ليه كامرة الرباط? عن كم? قلنا اتنين في اتناشر. برافا عليك. علو ايه? علو سفلي. يعني السخن للعلو والسخن للايه? للسفلي. كتر السيخ كام? في اتناشر. طب وايه الكنات? الكنات اللي هي تقل عن ست كنات للمتر الواحد وكتر الكنة كام? في تمانية. برافا عليكم. وادي. وجبنا الرسمة وشرحناها وقلنا السخن المعلقين من فوق اللي هو بنسميهم ايه? بنسميهم السياخ علوية. والاسياخ اللي من تحت ايه? اللي موجودة في قاع القمرة ايه? ومرفوعة شوية عن المباني بتاعتي بسميها ايه? السياخ السخن سفلي. السخن السفلي دولا كترهم كام? كترهم اتناشر. وبربطن بحزمهم بايه? بكانة. كتر الكندية كام? فاي تمانية. بس في المتر الواحد كم كان? ست كنات. طب تعال ننتقل لفكرة جديدة وعنصر جديد. اتكلمنا عنه السلالم. لما بتيجي حضرتك تصمم السلالم في مجموعة نقط لازم ان ايه? لازم ان نرعيه. نفكر مع بعض كده النقاط الواجب مراعتها عند تصميم السلالم. قلنا ايه? اول حاجة ان انا مجيش اختار على الباكية الخارجية او على الوجهة الخارجية للمبنى بتاعي اروح اتبير ايه? بير السلم. وعرفنا كلمة بير السلم دي عبارة عن ايه? طيب ايه تاني? لازم الحوائط اللي هيتركب عليها السلم لازم ما تقلش عن كم? ما تقلش عن خمسة وعشرين. وارتفاع القمرات ارتفاع القمرات ما يقلش عن كم? ما يقلش عن خمسة وعشرين. والقامرة يكون عرضها عرض لايه? الحوائط. تعال نسوف مع بعض كده النقط دي? ونفكر بعد تامي? ونذكر بعد اهو? يفضل عدم اختيار مكان بير السلم في الباكية الايه? في الباكية الخارجية. من البناء خاصة في المناطق ذات شدة الزلزالية التالتة والايه? والربعة. النقطة التانية يجب الا يقل سمك الحائط. سمك الحائط اللي انا هركب علي السلم عن كم? عن متين وخمسين ملي. يعني اللي هو سمك الليه? سمك الحائطة عن كم? خمسة وعشرين سنت. يعني ممكن يزيد او يزيد. يبقى تمانية وتلاتين. تمام? اما ما يقلش عن الخمسة وعشرين يبقى مسلا اركب الليه? اركب السلم على نص طوبة. نص طوبة ديت يعني كم اتناشر مسلا? او ارس الاوالب بتاعته على سفها اللي هو مسلا يبقى سمكها ستة سنتي. لا يا باشمانت. لازم لازم تعمل السلالم على حوائط ما يقلش سمكها او عرضها عن كم? عن خمسة وعشرين سنتي. طب تعال ننتقل للنقطة رقم تلاتة ونفكر بعد في المناطق ذاتة الشدة الزلزالية التالتة والربعة يجب عمل السلم من الخرصانة الايه? المسلحة. لازم اعمل في المنطقة التالتة والربعة لازم اعمل سلالم ايه? مصنوع من الخرصانة المسلحة. ويكون عرض القمرات مساوي العرض الايه? الحقط. اتكلمنا على البلكونات والدراوي وقلنا يجب الا يزيد بروز البلاطات على ايه? على القيام الاتية. اول بروز ما يزيدش بروز البلاطة عن متر ايه? عن متر وعشرين. في حالة لما يكون السياق الحديد بتاعتي ايه? انا مدخلها او متصلة مع بلط السقف المجاور? يعني الحيطة بتاعت الوجه ايه? تمام? وانا مرفرف. تعال نشوفها كده مع بعض. انا خارج من الحيطة بكابولي. الكابولي دوت اللي انا هقف عليه وحم نفسي عشان المطرة بتمطر. طيب الكابولي دوت يا بش مهندس حديده. الحديد بتاع التسليح ده يا بش مهندس. متصل ولا منفصل? لا يا بش مهندس ده متصل. متصل ازاي? بيخش مرة وربع عرض الايه? مرة وربع عرض البحر الايه? المجاور. مرة وربع عرض الايه? يعني ايه يا بش مهندسين? عندي البحر المجاور خمسة متر. عرض البحر بتاعي خمسة ايه? خمسة متر. يبقى اخش مرة وربع مرة وربع من الخمسة متر داي. واروح مدخل حديد التسليح ده في ايه? في البحر المجاور او الملاصق ليه? ليه كابولي. طب في حالة ان البلطة عندي يا بش مهندس مش متصلة وحديد تسليحة ايه? متصل مع الكاميرا. في الحالة دي بروزي الكابولي بتاعي يكون نص ايه نص متر. وبكده يكون وصلنا لنهاية حلقتنا النهاردة. وارجو ان تكون استفدتوا. والى لقاء اخر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.